اهلا بكم اكيد كلكم متابعين الفيديوهات المنتشرة على السوشيال لغضب المواطنين وصرختهم من غلاء الاسعار ده غير انكو كلكو شايفين بعنيكم وحاسين بالاسعار المولعة واللي نرها حرق كل خل فقير وغني ووجع الجميع الكلام ده الحقيقة الواحد بيقوله يعني كلام ده له تأثيرات كبيرة جدا اه اتكلم عنها موقع اسمه Middle East Monitor وقال ان الطبقة المتوسطة في مصر بتسقط للفقر يعني نزل الفقر المجتمع فيه تلات طبقات الكريمة الوسطى والطبقة اللي تحت عادة البلاد الاكتشافات والمواهب والابداعات بتيجي من الطبقة الوسطى والزعماء السياسيين عادة يعني لما الطبقة الوسطى دي توقع معناها المجتمع ده ندمر وده اللي عملوا السادات لما عمل الانفتاح دمر الطبقة الوسطى المصرية لاني ناس طارت فوق بلا مبرر وناس واعت تحت بلا مبرر النهاردة الطبقة الوسطى دي تبقى Middle East Monitor بتقول ان الطبقة دي اللي في الوسطى دي اللي بتمسك المجتمع كده دي بتسقط تحت وده يمكن تالت تقرير نعرضه لحضراتكم خلال 48 ساعة عن تأثيرات الغلاء اه دي اهو Middle East اهو مصر الازمة الاقتصادية تدفع الطبقة الوسطى الى حافة الفقر انا بنبه لان ده خطورة اذا اتدمر الطبقة الوسطى في اي مجتمع فاعلم ان هذا المجتمع انتهى انتهى الطبقة الوسطى دي هي هي كل حاجة يعني هي المجتمع بجد لاني اللي فوق دول اولا قلة خمسة في المية عشة في المية وبتبقى حاجتها بره واللي تحت ده المسكين غلابة الطبقة الوسطى دي بتفيد الناس اللي تحت وبتعمل بقى التصنيع وبتعمل وبتطلع المواهب دي بتتدمر يعني مجتمع تدمر مش بس الطبقة المتوسطة بس اللي اتحنت وده هاسها السيسي بسبب قراراته الغبية وسياسته الجهلة اللي هي السياسة ضد الشعب لكن فيه ناس كتير جدا نزلت للأسف من طبقات كانت عايشة فيها آمنة لسنين لغاية لما جابه زي النحس وش الغراب اللي عاشش على مصر وده اللي عبر عنه ناس كتير جدا على السوشال ميديا خلاني شوف البستات دي عن تدهور حالات الطبقات المتوسطة في مصر قادي صاحب الحساب بيقول نهاردة تعاملت مع احد المستجدين في الطبقة بتاعتي في الطبقة بتاعتي على عربيت فون لقيته بعد ما خلص اكل محتاس وعمال يبص في كل ارجاع عربيت الفون قلت له حضرتك عايز تغسل ايديك ففرح وقال لي ايوة قلت له فيه برميل ازرق اينك او حضرتك اغسل ايديك منه وبعدين تعال اسحب ورقة من اللي بيتلفل فيها السندويتش ونشف ايدك ده واحد من الغني كان رايح ياكل على عربيت فون واحد تاني كتب معلش لو ما فهاش ساعة ادب محتاجين اسم للطبقة اللي هي رجب عربيات ولابسة حلو معاها ايفون ومعاش فلوس واحد تاني كتب فكرت ارد جزء من المسؤولية الاجتماعية للناس في الوقت الصعب ده يبقى عبارة عن كورس كيف تهبط الى الطبقة الادنى بسلام الناس اللي مهتمة هنتجمع يوم الاحد قدام ستارباكس من غير عربيات عشان هنركب الوتوبيس ونطلع على اقرب قهوة على اخر الكورس هنكون ان شاء الله اتعلمنا ازاي ننط من الوتوبيس ونركب الميكروباس من غير خساير وازاي نشرب الشاي الكشري بدل الفتلة دي تعليقات الناس دعاكب بتقول النهاردة كان شغل كتير واختصار الوقت الفطار قلت اجيب لهم وانا في السكة سندوجات كبدة من عند صبري عفانة اسمه كده لقيت حد عنده اربعينية ظاهر عليها نازلة طبقة ومحرجة والعيون كلها عليها ويبتاكل وحسيت انها محتاجة منديل تمسح ايديها روحت خطفة ورقة من قدام صبري وقلت لها بسحي ما تكسفيش خلاص لا حسنين انا كنت مفكرة ان انزلت اجتماعيا طبقة اولا اتنين كده بعد ما لقيت حجز القعب 300 الف عرفت ان ما عدتش موجودة اجتماعيا اصلا شكرا الناس للأسف يا حضرات استغنت عن حاجات كتيرة من الاساسيات في حياتهم زي اللحمة اللي نقيب الجزارين طالع باستفزاز مبارح يقول ان اسعارها بقت فوق طاقة المستهلك بيقول كده ويقول الناس بتكتافي بنص كيلو اللي كان بيشتري اتنين كيلو لحمة بيكتافي بنص كيلو او كيلو على قده مش هنموت من غير لحمة يوسف الباسومي نقيب الجزارين لا ما انا عايز اقول لحضرتك وكان طالع مع سيد علي بيقول كده يعني مش هنموت من غير لحمة طب واخبار الزيت برضو مش هنموت من غير زيت مش هنموت من غير عيش وما اللي باقي ايه طيب يعني مش هنموت من غير لحمة مش هنموت من غير فراخ مش هنموت من غير سمك ما موافقك طب ده مش هنموت من غير عتس مش هنموت من غير فول مش هنموت من غير عيش باقي ايه طيب الفراخ كمان ما بقيتش في متناول المواطن البسيط بسبب الغلاء يعني غلاء أسعارها واللي دفع مربيين الدواجن نهم يلغوا حجز الكاتاكيت زي بقول الخبر ده كده اديني الخبر يا علي لو سمحت اديني الخبر بسبب الغلاء المبالغ فيه مربو الدواجن يقارون إلغاء حجز الكاتاكيت وسط دعوات للجميع بالمقاطعة لحين ضبط الأسعار تخيل اللي قالك انه قالك ان احنا ما عندناش مشكلة في حد كان طالع كدهب مبارح بيقول ما عندناش مشكلة والفراخة ترخص وكان طالع واحد مغبر مع أحمد موسى كنبارس كان بيقول مبارح ده الفراخة ترخص وهترجع تبقى مش عارب كام بخمسة واربعين النهاردة هو بسبب غلاء الأسعار مربو دواجن يقارون إلغاء حجز الكاتاكيت وسط دعوات للجميع بالمقاطعة لحين ضبط الأسعار الأسعار فعلا بقت فوق طاقة المصريين اللي أكتر منه الصعم تقريبا تحت قط الفقر وده الحقيقة خلى السلع الأساسية توصل لمستويات قياسية زي بتقول أخبار دول خبرين دول ثلاث أسباب لارتفاع أسعار زيت الطعام في مصرح ما انخفضها عالميا حد بعيث لي بيقول لي الجبنة الأريش بربعين جنيه لايه بقى الكيلو ولا لايه يعني حد بعيث لي بيقول لي كده والله الاللحمن الرغن بربعين جنيه الأريش عارفين الالقبن باريش اللي في الفلاحين دي الجميلة قوي دي بربعين جنيه الكيلو لقيلو واربعين جنيه ليه؟ ده اللحمة كان بربعين جنيه ده اللي كان بيأكل جبنة إيش ده كان الفقير بربعين جنيه ثلاث أسباب لارتفاع أسعار الزيت وبيكلموا هنا بقى عن إيه؟ نقص الخمات الانخفاضات المتتالية للسعر على صرف الجنيه تحكم المستوردين في أسعار الكميات المفرج عنها دون رقابة ارتفاع قياسي لسعر البيض تخطى المية في المية خلال عام البيضة الوحدة تبقى للخبر ده بثلاثة ونص كانت في يناير اتنين وعشرين بجنيه خمسة وسبعين يعني زادت مية في المية خلال عام فيما يتوقع خبراء تربية الدواجن ووصولها سعرها إلى أربعة جنيه الدولار يساوي تسعة وعشرين تلاثة وقمسين حتى كلاب وزارة الداخلية اتأثرت جدا بموضوع سعر الدولار لأنه كلاب وزارة الداخلية مش بتاكل زيك مش بتاكل جبنة قريش باربعين جنيه كلاب وزارة الداخلية بتاكل حاجات يعني مهمة يعني خلين نشوفوا الخبر ده سعر الدولار يريد بكعقود توريد تغزيد كلاب الحراسة بوزارة الداخلية تواجه وزارة الداخلية أزمة في توريد غزاء كلاب الحراسة التابعة لها بعدما طلبها الصندوق المسؤول عن توريد التغزية بزيادة الأسعار جراء تراجع قيمة الجنية حتى الكلاب مش تلاقي أكل تم تخلوا أحمد موسى يشتغل يسيب الإعلام ويشتغل عند وزارة الداخلية ما هو أصلا شغال في وزارة الداخلية وعشان تعرف مدى المأساة اللي الشعب عايش فيها تعال بقى أقرأ معايا الناس قرروا يستغنوا عن ايه من السلع بعد اتفاع الأسعار زي بقول الخبر ده ما أبرز السلع التي قررت الاستغناء عنها ده سؤال البلح كلنا هنودع البلح قريب جدا بإذن الله دخلت رمضان بقى كل سنة ونطيبين 436 طبعا معروف البلح ده يقصد مين يعني اللي كاتب التعليق ده اللي خد 436 لايك ده الناس عارفة ويقصد مين البلح يعني السيسي كلنا هنودع البلح قريب بإذن الله يا رب أحمد قال لك ما خلاص هو عاد في حاجة بقى خلصت بل الصح ما هي السلع المتبقية التي لم نستغنع عنها محمد عباديز قال لك هو مش بس استغناء عن الرفعيات والكمالات والاكسسوار والحاجات ده حتى الأسيات بقت لها سأف يوسف بيقول الريد بول والباور هارس والباسكوت اللاكير والشوفان والشوكولاتة منه لله كنت ناوي أدوءهم بس شكلها كده مش هتحصل محمد قال لك السلع الترفية والسلع الأساسية والغير أساسية والأطعمة الخارجية والداخلية تقريبا عايشين ببركة الله ليه كل يوم تعيدوا وتزيدوا وتكرروا في السؤال ده الناس على آخرها والوضع صعب صعب جدا وربنا يكون فعون الجميع ولا حاجة لأن الأسعار كويسة جدا كلها وأسعار في متناول المواطن اللي شغال في بنك والأسعار مستقرة جدا والبلد حالة من الانتعاش الاخصادي والاجتماعي وسط اكتساح كبير للدرار من خلال الجنين المصري والأسعار كل يوم بتنزلوا بكرة تشوفوا مصر تقريبا كل السلع كل السلع ناكل بقى فول وكشك محمد قال كل حاجة معدل اللحمة أبو آدم قال لك الفول المدمس والملح هاني قال قول ايه هي السلع اللي لسه قادر تشتريها أبو صايب قال لك اللحمة الضاني سعر الطهر قال كلها اللي بانا الكولوريتس بقت بجنيه اللي بانا اللي بانا الوحدة بقت بجنيه الكافيار والجنباري والاستاكوزة ولحم النعام والديوك وروم ده بيهزر يعني الارتفاع الجنوني لأسعار خلى التدخم في مصر يصل لرقم غير مسبوق مش بتعلن عنه الحكومة وهو 24% لا الحكومة بتقول 24% بصبع التدخم في مصر يقفز إلى 101% بقائمة ستيف هانك السادسة عالميا قفز معدل التدخم الحقيقي في مصر إلى 101% بقائمة معدلات التدخم العالمية التي يعدها ستيف هانك أستاذ الإقصاد المعروف في جامعة جونس هوبكنز احتلت مصر المرتبة السادسة عالميا من بين أسوأ 21 دولة على مستوى العالم من حيث ارتفاع تلك المعدلات الحقيقية للتدخم 101% إيه بقى؟ هتقولنا القائمة بتاع ستيف هانك دي مصر رقم 6 عالميا أهو الراجل قعد ده إيه عد معايا سيدي زنبابوي بنزويلا لبنان كوبا سريلانكا مصر 101% في ديسمبر 2022 101% في يناير الريد بتاعها هو بيعلة كان في ديسمبر 21 تخيل؟ يعني المعدل اللي بتاعنا عنه الحكومة 21% لكن هو ارتفاعه الحقيق 101% تخيل تركيا لـ 14 جنوب السودان السنة سنة سنة جنوب السودان 11 يعني جنوب السودان أحسن مننا انت متخيل؟ نيجيريا أحسن نيجيريا أحسن بك استنع؟ السودان نفسها أحسن تخيل؟ يا إيش خيال يا ناس؟ السودان أحسن مننا وجنوب السودان لكن في قصة دا تلاقي السيسي وإحكمته وإعلامه بيتحكوا عن ناس ويقول لهم كل حاجة هتبقى زي الفل احنا وكسين جدا احنا أحسن من غيرنا لكن احنا ماشيين للأسف ناحية لبنان أو النموذج اللبناني اللي كتير من الشعب اللبناني بيحظر المصريين منهم ينخدعوا بكلام المسؤولين زي ما حصل معاهم بالضبط وده اللي قالوا يوتيوبر لبناني للشعب المصري في الفيديو ده نشوفوا كده يعني عم بحضر وعم تابع عن ريديوهات الإخوان المصرية وعن الأزم اللي عم تير معهم عم برجع تتذكر الحال اللي احنا كنا فيها من 3 سنين أخوان المصريين نصيحة من خيكون اللبناني نحن وقعنا بالظرف اللي انتوا وقعين فيه هلأ من 3 سنين في ناس أكلت صبيعنا دامي لسبب انه كانت عم دلها تسمع للمحللين الاقتصاديين انه الدولار ما حيوصل لها لارقامه ما مستحيل يوصله هلقدي حجمه وخله معكم ليرا وما تخافه وخله خله لأ روح خد شنان المصري اللي معك وحاوله لدولار او ليرو وحط بجهبتك يورو ونام على مخدت امان لانه اليوم بتنام بيكون معك إنت 20 ألف دولار اللي نقول بتفي تاني يوم اذا معك شنان مصري ام بحكي بتفي تاني يوم تلاقي 110 ألف دولار ما تنتم لحدا ولا ترد على محللين ولا ترد على السياسيين ولا ترد على تطمينات المسؤولين عندكم وما دخلني بالسياسي ما عم بحكي سياسي كل هذا التصمينات بس لا يهدوا سعر التدهور العملة المصرية روحوا قلبوا مصرياتكم من جنيه مصري لدولار امريكي او لا ين ياباني او لا يورو اوروب اللي بدكم اياه بس بعدوا عن العملة المصرية والعملة الإدمانية متل ما نحن صار فينا وناس راحت لراح جنة عمره لانه بعد ناطرة ممكن ينزل الدولار ولانه ترجع تسترجع قوته وهذا شيء من شبه المستحلات السياسي واروحوا قلبوا مصرياتكم احسلكم نصيحة من خيكم اللي اتناعين